السلام عليكم جميعا اليوم معي سيارة خاصة جدا هي 2023 تويوتا سيكويا بس هذي مش اي سيكويا عادية هذي تويوتا سيكويا كابستون هذي افخم تويوتا ممكن تحصلها مبلي فخامة اللاند كروزر حقيقة وفيها يعني من الخصائص والفعاليات اللي يعني عن جد عن جد بالطير العقل فانا بدي افرجيكم السيارة من جوة ومن برة واذا لسه ماش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حالا حتى يوصلك اخر اخبار السيارات الجديدة بالكامل فاحنا اول قنوات العربية لمنغطي طغطي السيارات عالمية لسيارات جديدة بالكامل مش بس سيارات عادية فخليكم معنا ويلا نبلي طي يا شباب نسخة الكابستون هي افخم سيارة تويوتا سيكويا تم انتاجها على الاطلاق هذه السيارة ببدأ سعرها من 79 الف او 75 الف دولار امريكي بدون جمرك طبعا هذه السيارة مثل ما انتم شايفين لمسات فخمة كل مكان الفخام اللي فيها تقريبا بشبه الليكسس ال اكس 600 وبشبه اللاند كروزر كمان زي ما انتم شايفين لمسات كروم كل مكان جنطات اكبر وهاند بالشت ماشين بالشت عفوا وعندك كمان السيارة جلد من جوة وكل شيء كل المواد اللي تم استخدامها يعني هي جودة عالية فزي ما انتم شايفين الضو هذا نفس الموجودة على التندر اللي تم اعادة تصميمه بالكامل لانه هي نفس السيارة نفس الاتراك بس هذه SUV عندك الباج الزرقة لتيوتا معناته هذه السيارة هايبرد طبعا النظام الهايبرد محرك بعطي 6 سلندر بعطيك 435 حصان وبعطيك 580 عزم يعني هاي سيارة مش بس فخامة وبس بس هاي فخامة وعملية يعني ممكن انها تسحب اي قاطر بدك اياها ممكن تسحب قارب ممكن تسحب مخي يعني التخييم الكامبر التريلر ممكن تسحب اي قاطر انت بدك اياها للشغل غير الشغل اي شيء طبعا ايد الباب كروم الايادي على كل الجهاد ندخل من جوة خلينا نشوف السيارة من جوة زي ما انتم شايفين جلد كل مكان خشب امريكي والنت اصلي طبعا كل شيء يعني اللمسات اشي بجنن لمسات انا بيعجبني كثير يعني التفاصيل اللي تويوتا فعلا فعلا انتبهت للتفاصيل الصغيرة في هذه السيارة الجميلة زي ما انتم شايفين الكراسي كابتن ستايل عندك الكراسي الخلفية وعندك الكراسي الثالثة طبعا كل شيء مبرد كراسي مبردة كراسي مدفية عندك فتحة سقف مون روف بانوراما عندك شواحن الورا عندك يعني فتحات للأي سي والكونديشن فتحات هواية يعني كل شيء بس كنت بتمنى انهم يضيفوا شاشات هون على الاقل حتى تتحدى يعني سيارات مثل لينك النافيجيتر ومثل الرينج روفر تكون هي لمسة فخامة زيادة كان جميل بس مش مشكلة طبعا السيارة من وراء اخذت انتقادات كثيرة لانه تويوتا تخلصت من الزجاج الباور اللي بنزل لتحت تخلصت منه كان هذا يعني فيتشر خاصية كثير حلوة ومميزة بس عدا عن هيك تم استغلال كل مساحة كل ملي متر في المساحة الداخلية لهذه السيارة يعني لو نظرنا للجانب الايجابي فهذا اشي كثير كويس فزي ما انتم شايفين الخشب امامي في الواجهة الامامية عندك شاشة كبيرة سريعة وفعالة ممتازة الستيرينج برضو مش معقد ولا شي زي ما انتم شايفين اشي مرتب مرتب كثير بس نسبة الفخامة ما بتوصل لدرجة مثلا الرينج روفر وما بتوصل لدرجة مثلا الليكسس الـ X600 طبعا في سبب لهذا الشي يعني السبب انه هاي سيارة بدها تعطيك اكثر نسبة فخامة ممكنة باقل سعر ممكن يعني هاي سيارة تذكروا 75 ألف دولار بس يعني المنافسة تبعتها الليكسس 600 هي صحيح انه افخم بس اغلب كثير يعني هذيك الليكسس بتبلش ب 89 ألف دولار وبتطلع على وين يعني ممكن توصل 150 ألف حسب الاضافات او اكثر شايف نفس الشي رينج روفر ممكن توصل اللونج بيس ممكن توصل ل 250 ألف دولار ففيه فرق بالسعر كبير زي ما انتم شايفين فطبعا تويوتا بتقنوا هذا الشي انا شخصيا معجب معجب في التصميم الداخلي والخارجي انا شخصيا عندي تويوتا سيكويا الجيل الاول الفين واثنين فهي تقريبا البادي يعني بشبه القصة تقريبا بس يعني هو لما تدخل بالسيارة فرق السماء والارض هاي سيارة هي عبارة فعلا عن سيارة لقشري سيارة فخامة خلينا نفتح نشوف الطبون زي ما انتم شايفين شايفين هذا الشلف لما ينحط قدامك ممكن انك تطوي الكراسي كاملة الكراسي الصف الثالث والصف الثاني بحيث ان تصير المساحة عندك مسطحة بالكامل ممكن انك تحط فرشة فل سايز وتخيم فيها هاي السيارة شايف فصحيح ان تيوتا تخلت عن بعض اللمسات من وراء من الجيل السابق مثل الباور ويندو اللي بتنزل الشباك اللي بنزل ولكنهم استغلوا جميع الفرصة متاحة لهم حتى انهم يستغلوا هاي المساحة بشكل كثير كثير ايجابي وكثير كويس فحكوا لي ايش رأيكم بالسيارة يا شباب اذا عجبتكم هذه التجربة وهذه السيارة خبروني في التعليقات واذا اردتم ان يوصلك اخبار سيارات باللغة العربية لسيارات تم اعادة تهيئها بالكامل احنا نتخصص في سيارات تم اعادة تهيئها بالكامل اعادة تصميم بالكامل فاضغط زر الاشتراك حتى يوصلك احنا اول قناة عربية بتفعل هذا الشي وللمرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا